كفكرة إبداعية جديدة قد تضع حداً للحوادث التي تقع على ممرات المشاة ابتكر مجموعة من المتطوعين في تايلاند ممرات باللون الأبيض والأسود ثلاثية الأبعاد التقنية الجديدة ستزيد من انتباه سائقي المركبات الذين لا ينتبهون لوجود ممرات مشاة على الشوارع العامة وتعتمد الفكرة على الخداع البصري من مسافة قصيرة حيث يبدو لقائد المركبة أن المشاة يحلقون فوق مجموعة من الألواح البيضاء ويجر القائمون على المشروع الممول من أحد البنوك في تايلاند اختبارات لمعرفة مدى جدوى هذه الطريقة في التقليل من حوادث السيرة وخاصة أن السائق سيكون مجبراً على تهديئة سرعته لدرجة تصل حد التوقف الكل وترسم هذه الممرات ثلاثية الأبعاد أمام المنشآت الهامة والتي تقع أمامها الكثير من الحوادث المرورية كالمدارس والمعابد والمؤسسات الحكومية الحيوية وفكرة هذا المشروع جاءت بسبب كثرة حوادث السير في تايلاند والتي تقدر في الأعوام الأربعة الأخيرة بأكثر من مائة ألف حادث سير توفي خلالها نحو ألف شخص ومن المرتقب في حال نجاح هذه الفكرة أن تقوم دول أخرى بتطبيقها في شوارعها فهل يصلنا هذا الابتكار في السنوات المقبلة أم أنه يثبت فشله ويدفن في بلده؟ ترجمة نانسي قنقر